اشتركوا في القناة لا من حيث القدح فيه تعرف أنه لا يهلك على الله إلا لأن الله محال أن يظلم أحد قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فإنما يؤت المرء من قبل نفسه قال صلص الله صلى الله عليه وسلم قال وما الجسر حتى تعلم عظمة الرحمن أنه ما يهلك عليه إلا قال مدحظة مزلة فيها خطاطيف وكلالي وشوكة بنجد يقال لها السعدان يمر الناس عليه على قدر أعمالهم منهم من يمر كالبر ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاوذ الخيب ومنهم من يمشي مشي ثم قسمهم قال فمار ناجم ومسلم مخدوش يعني يسلم لكنه يخدش ومكدوس على وجهه في نارجه ثم قال حتى تصل إلى الذروة قال فوالله ما أنتم بأعظم مناشدة من المؤمنين يومئذ لربهم في إخوانه يعني من سقط يأتي من نجاء يشفع له عند الله فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا وليصلون معنا ويحجون فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبهم مثقال دينار من خير فأخرجوه قال عليه الصلاة والسلام فيحرم الله صورهم على النار ما معنى يحرم الله صورهم على النار الذين يذهبون ليشفعون حتى يخرجوا حتى لدى الفحم النار يصبح هيئة محرمة على النار فيخرجون أقواما فيقولون أي رب ما أبقينا أحدا ممن أمرتنا به يعني من أذنت به أخرجنا ما بقي أحد فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه فيخرجون أقواما قد تحشوا فيقولون ربنا لم يبقى أحد ممن أمرتنا به فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال درة من إيمان فأخرجوه قال أبو سعيد راب الحديث إن الله ليظلم مثقال درة فيخرجون يقولون ربنا لم يبقى أحد ممن أمرتنا به فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة شفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة الأرحم الرحيم فيقبض جل وعلا على أقوام في النار قد تحشوا ثم يلقون في نهر يقال له ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيد ثم توضع على رقابهم الخواتيم ويقال هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة ويقول لهم ربهم انظروا فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول الله جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك قالوا أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم بعده أبدا هذا الحديث أضرابه لا يفقهه إنسان فيترك عمله هذا جهد إنما يفقوا فيه الإنسان أنه لا يهلك على الله إلا أهلك وأن ربا هذه رحمته وهذا فضله وهذا إحسانه لا يمكن أن يهلك أحد بعد هذه الرحمة إلا وفيه من الشر ما الله جل وعلا به عليم وما الجوارح إلا تبعن وما الجوارح إلا تبعن لما في القلب فمن خلصت لله تبارك وتعالى سريرته وسلمت نيته فليعلم أنه لا يمكن لأحد أن يكون أكرم من الله وأن الله يقبل على من أقبل عليه ويتوب على من تاب عليه ويرحم من فا إليه قال وهو أصدق لقاهدين وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدأ